حكايتنا النهاردة حكاية مسيرة عن فنانة مصرية ونجمة كبيرة في زمنها استغل موهبتها الفنان الكبير علي القصار وعمل معاها أجمل السنائيات لكنها قررت أنها تهاجر وتسيب الوسط الفني وكانت نهايتها نهاية غريبة تابعونا لآخر الفيديو عشان نتكلم عن الفنانة بهيجة المهدي اسمها الحقيقي هنيريد كوهين اتولدت في محافظة الإسكندرية يوم 8 أغسطس سنة 1911 اتولدت في أسرة يهودية حريدية يعني كانت أسرتها ملتزمة بالديانة اليهودية وكانوا متشددين خاصة على النساء أبوها كان من أغنى اليهود في مصر نقل تجارته من الأسكندرية إلى القاهرة سنة 1927 استقروا في حي اليهود وكان أبوها زعيم اليهود وكان من أكبر تجار الدهب وكانت عائلتها من أكبر العائلات في مصر في الوقت دوت كانت بتحب المصرح جدا وكان عندها موهبة التمثيل وكانت هنيريد بتتمنى إن هي تدخل الوسط الفني وتمشي مشوارها في المصرح وتمسكي ما كانش قدامها غير المصرح اللي هي تطلع كل موهبها وتقطها الفنية فيه لأن في الفترة دي السينما كانت لسه في بدايتها كان وقتها الفرقة بتاعة فاطمة رشدي طلبة فنانين قدمت فيها وفعلا إبلوها وغيرت اسمها وسمت نفسها بهيجة المهدي عملت عدد من المصرحيات وكانت متقلقة جدا في فرقة فاطمة رشدي لحد لما شافها رجل أعمال يهودي مصري كان منيونير وقتها كان اسمه إيلي ديرهي وقع في غرامها وحبها وكان أكبر منها بخمسين سنة اتجوزته وعاشت معاه ثلاث سنين وبعدها اتوفى ورثت منه ورث كبير جدا وأخذت لقب المنيونيرا في الوسط الفني ودي كانت أول منيونيرا تكون في الوسط الفني وكملت مشوارها في الوسط الفني وبعد كده دخلت السينما وكان أول فيلم ليها كان اسمه شلوم الترجمان شافها المخرج توجو مزراحي وكانت متقلقة وقتها في فرقة فاطمة رشدي ونجحت في فيلم شلوم الترجمان فأعجب بيها فنيا وبمواهبها وداها عدد من الأفلام مش بس كده لا الفنان علي القصار هو كمان أعجب بموهبتها الفنية ومثل معاها سبع أفلام منهم فيلم سلفني تلاتة جنيه وفيلم خفير الدرك وفيلم ألف ليلة وليلة قدمت بهيجة عدد قليل جدا من الأفلام بعد كده مع فنانين كطار وكان آخر فيلم ليها هي قدمته كان فيلم اسمه أصحاب العقول كان مع الفنان بشارة وكيم والفنان اسماعيل ياسين والفنان سليمان نجيب بعدها بهيجة ابتعدت عن الوسط الفني وثابت مصر وهجرت بعد حرب 1948 وما ثابتش وراها أي معلومة تدل عن أي حاجة تخصها ولا أن هي ثابت مصري ليه أو هي هتشتغل ايه أو هتعمل ايه محدش كان يعرف عنها حاجة غير أن هي كانت بتساعد في هجرة المصريين اليهود لإسرائيل وبعد ما خلصت مهمتها وعملت اللي مطلوب منها للدولة الصهيونية وهجرت بعض المصريين لإسرائيل سفرت هي وهجرت لأمريكا وعاشت هناك في أمريكا وبقت أكبر سيدة أعمال للدولة الصهيونية بتعتمد عليها الدولة الصهيونية في أمريكا المهم أن باهيجة استقربت فترة طويلة جدا هناك في أمريكا وتجوزت من رجل يهودي وخلفت بنت وبعد كده هجرت وعاشت واستقرت في إسرائيل مع أسرتها لكن في منتصف السابعينات انتشرت أخبار أن باهيجة فقدت عقلها وأصيبت بالجنون لكن محدش برضو يعرف إيه السبب اللي وصلها للحالة الصحية المتدهورة ديت وإيه اللي وصلها للجنون بهيجة بعدما أصيبت بالجنون قتلت بنتها وجوزها وأبوها بالسلاح الناري وتم أخذها إلى مستشفى الأمراض العقلية وفضلت عايشة هناك في مستشفى الأمراض العقلية تحت الرعاية الطبية لحد لما توفت في أواخر السبعينات ترجمة نانسي قنقر